اشتركوا في القناة وعيني من شهر غشتة من كل عام وسط غابة أرض معروفة بأشجارها الكثيفة ومياهها العذبة يوم السفر حمل كل واحد منا حقيبته بعدما وضعنا فيها كل لوازم التخيم ثم توجهنا رفقة والدينا إلى دار الشباب حيث وجدنا الحافلة التي ستنقلنا إلى مخيب قريب من مدينة آزرو وما إن وصلنا حتى ارتدينا زي الكشفية ثم قسمنا المدربون إلى فرق كنا نبيت في الخيام وكل صباح نحيي العلم الوطني وبعد القيام بتمارين رياضية نتناول طعام الفطور ثم نلتحق بالورشات لنمارس أنشطة متنوعة من رسم ومسرح وموسيقى وأعمال يدوية مختلفة بعد القيلولة كنا نقوم بجولات استكشافية تحت إشراف المدربين وفي الليل كنا ننظم إما مسابقات ثقافية أو ألعابا ترفيهية وفي اليوم الأخير بعدما ألقى كل كشاف التحية أمام لجنة الكشافة أهدانا رئيسها أوسمة ترمز لرتب جديدة كم شعرت بالفخر وأنا أتسلم وسامي وكم وددت أن أقضي مدة أطول لأستمتع برفقة أصدقائي الجدد ترجمة نانسي قنقر